السلام عليكم هذه تجربة أو بالأحرى خلاصة رصد متكرر يكشف حقيقة عن الهدهد الذي ورد نهي عن قتله في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وسأختم بمشهد طريف من الطبيعة يؤكد تلك الحقيقة الهدهد متميز في بحثه عن غذاءه في الطيور تجد ما تأكله على الأرض بينما الهدهد شبه متخصص في التقاط غذاءه من تحت سطح الأرض فإذا حل في مكان في البرية أو مزرعة أو حديقة يبقى هكذا طوال النهار منشغل أن يفتش تحت سطح الأرض ويبحث عن أشياء تختفي أسفل النباتات فيخرج بمنقاره الطويل المقوس الديدان والحشرات والأفات الزراعية وياكلها رقبت هذا السلوك عشرات المرات وخرجت بنتيجة أنه في الظروف المعتادة يستطيع إخراج ثلاث حشرات بمعدل 22 ثانية بمعنى لو كان المكان أو الحقل أو الحديقة أو المزرعة موبوءة بالديدان والحشرات والأفات الزراعية فأنه يأكل واحدة منها كل سبع ثواني تقريبا وفوق ذلك ضعف اعتبارك أن الله وهب الهدهد والطيور عامة خاصية سرعة هضم الطعام وحرقة كي تكسب الدهون والطاقة ولهذا لا تستغرب أن الطيور في طبيعتها الفطرية لا تتوقف عن الأكل طوال النهار وبهذه المعطيات لو افترضنا أنه هدهد واحدا حل في مزرعة أو حديقة وكانت الظروف مثالية ولم يواجه من يضايقه والمكان موبوء بالحشرات والديدان فأنه يستطيع خلال خمس ساعات فقط أكل 2500 حشرة تقريبا تصور مع أنه يمضي في كل نهار أكثر من هذه الساعات يفتش عنها ويأكلها ولو دخلت وإياك في حسابات أن الهدهد من أكثر الطيور التي تنتشر أعداده في كل مكان ومن أبرز الأنواع التي تمضي فترات عندنا خلال مواسم الهجرة ونريد وضع فرضيات لأوزان الحشرات التي تخلصنا منها الهداهد فسنصل حتما إلى أطنان غير متوقعة من الحشرات تكافحها فقط أسراب الهدهد التي تعبر مناطقنا مهاجرة وتخرجها من تحت الأرض ولهذا لعلك تتفق معي أن الهدهد يستحق الوصف بأنه مطهر الأرض أما المشهد الطريف الذي أشرت إليه في البداية ويؤكد تفرد الهدهد بهذه الميزة فهو العصفور التحالي بقي يراقب مهارة الهدهد وينتظر أن يخرج الحشرات من تحت الأرض ولما فعلها خطفها من فم الهدهد بالمناسبة للدلالة على أن الشخص ذكي فطن يصعب الاحتيال عليه يقال عندنا مثل شعبي هو فلان أذهن من التحالي